مع وصول درجات الحرارة لحدود الخمسين مئوية في البلاد وتنبؤات الطقس التي تؤكد استمرار ارتفاعها للأيام الثلاثة المقبلة مواطنون بغداديون وبأسلوب فكاهي أطلقوا مشاعرهم للتعبير عن عدم ارتياحهم بطرق عدة بعد أن ملوا المطالبات بتحسين الكهرباء والتي لخصها بعضهم بعبارات رائجة منها أن الحماوة سترتفع لدى المواطنين بسبب حرارة الطقس والتي تشمل المبالغة بكافة التصريحات والتحليلات للشؤون السياسية والاجتماعية وغيرها صفحات التواصل الاجتماعية روجت صورا كاركتيرية ساخرة تعبر عن الشمس التي تتوعد العراق بالمزيد وأخرى لمعالم بغداد بطرق مضحكة تختبئ من قوة الحر يضاف إليها صور لمن يستخدم حرارة الشمس فقط لطهي البيض واستخدام الدوش في شوارع بغداد للتبريد اللي ما انطبخ بالحر انطبخ بالتفجيرات فهذا الحر يعني احنا ما شايف موسم يعني احنا عمره صار 70 سنة احنا كانوا مرعانين الصيف بس مو بهيك حرارة يعني معقولة دولة صيفه 11 شهر استبرق حسن الحرة بغداد